اقول انه يجب ان يكون هناك من يدرس ما يجري في ودينا الطيب واصل بنا الى هذا المنحضر المجتمع بات عصبيا والشباب الصغير لسه شباب صغير في عمر الظهور يتحول الى هذا الكم والقدر من العنف اعتقد انه ظاهرة باتت خطيرة تقلق الجميع خلينا اقول لحضراتكم طبعا هيطلع واحد يقول لي دي مش ظاهرة هقول له يا عم مش ظاهرة مش هنخش في خلاف هيقول لي ده افرازات مجتمع هقول له يا عم اللي انت شايفه هيقول لي الموضوع مش خطير ما تقلقش هقول له برضو انا معاك انا مش هعترض لكن ماذا لو اللي حصل ده مع ابنك او بنتك بس انا بسأل يعني بضمير اب وبضمير مواطن هل ما يجري فيه ودينا الطيب غير مقلق لو مش قلق خلاص نقلم الورق ونتكلم تحاجة تاني اتكلم على ديزني بلاتس ما عنديش مشكلة اتكلم على نيتفليكس ما عنديش اي مشكلة اتكلم على الخناء اللي دا يا بني مش عارس مين ومين اه عادي جدا لكن اذا كنا جدين حقا في ادارة حياتنا ومجتمعنا علينا ان نواجه بشجاعة ما يجري من تغيرات حادة في هذا المجتمع انا اتعرض لهذا في هذا البرنامج وابقول انه تقديري الشخصي هذا الجيل احنا في 2022 هذا الجيل اللي النهاردة عنده 22 سنة 21 سنة 20 19 18 17 الجيل دا 16 سنة من 16 سنة ل22 سنة كانوا فين سنة 2011 و12 و13 كانوا اطفال يعني اللي عنده النهاردة 20 كان في 2011 عنده 10 واللي عنده 19 كان عنده 9 واللي عنده 18 دلوقتي كان عنده 8 سنين واللي عنده 17 كان عنده 7 سنين دول كانوا اطفال 2 في 2011 و12 و13 هو ايه اللي كان بيحصل يا مولانا في 2011 و12 و13 كنا كل يوم نصحى او ما كناش بالنام نشوف قتل تدمير تخريب حرق نحرق عربية الشرطة نرمي ملوتوف على المجمع العلمي نحرق مجلس الشيوخ نروح نعمل كذا نحرق مجلس الزراء النهاردة يطلعوا مجموعة يضربوا بعض يعملوا وكذا نسد طريق نقف الطريق عنف شديد جدا نطلع نقول جمعة الخلاص جمعة القندهار جمعة مش عارف ايه جمعة الشريعة جمعة كانت يا جماعة حالة مصر مصر كانت بعافية مصر كانت زي الام الثكلة مصر كانت مجروحة مصر كانت مجروحة وبعد ابنائها بيجيبوا ملح في موضع الجرح في موضع الجرح كان جرح مصر لم يندمل اطفالنا كانوا بيفتاحوا التلفزيون يقعدوا الوسائل التواصل وشايفين اهليهم اهلينا كانوا الانين والامهات الان الولاد دول اطربوا في جو كان مخيف اطربوا في جو كان فيه قلق اطربوا في جو او نشأوا في جو كان فيه عنف هذا العنف اللي لم يكن باديا في شاشة التلفزيون موجود في هذا الساحر الشرير موجود في كل مكان انا دي تقديرات واحد بيفكر بيحاول يفكر بشكل مجرد لمصلحة هذا الوطن بقول انه علينا ندرس ليه بين الشباب واحد هيقول لي يا عم انت منت جايب ديناتي بتقول واحد رمى امرأته ومش عارف من فوق واحد رمى جزء من فين وايه علاقة دول بـ 2011 بقول لك فترة 11 12 13 ومحدش ارجوك ويزعل مني وانا بتكلم بناخده ند مع بعض بنفكر قد نتافق وقد نختلف ثلاث سنين او اربع سنين من عمر الوطن الوطن شاف فيهم الناس شافت فيهم حاجات ما كانواش بيشوفوها قبل كده وبعدين جات الدراما وجات المسلسلات كملت عن ناقة انه اللي تخرج اختلف يا اخي ما احنا طول عمراء بيختلف مع بعض هل يتحول الاختلاف الى خلاف تب الخلاف يتحول الى كراهية تب الكراهية بتتحول الى غضب الغضب بيتحول الى عنف العنف يتحول الى قتل بقى هادي جدا انه واحد يمسك سكينة يموت واحد شفتنا الراجل في الاسمالية قطع رقبته ومشي بيها هيخرب بيتك الوط دخل على البيت ده بحها هيخرب بيتك طب هو هو مجرم هو ولد ده مجرم ارتكب جريم لكنه هو اصلا ده خرج مدرس الاجرام لا هو ايه اللي حصله غضب انفعل عنده مشكلة مش بتربي شائل كل دي اسباب في الاخر مين اللي كون وجدان الولد مين اللي كون وجدان القاتل مين اللي خلاه يتجرأ بهذا الشكل مين خلاه ينظر لنفسه انه بلا قيمة مين اللي خلاه يعني يا جماعة خلينا نشوف ماذا جرى انا والله والذي نفسي بيده لا اسيس هذه القضية فهذه القضايا من الجريمة الانسانية والاخلاقية ان احنا نسيس هذا الامر هذا الامر لا يسيس انا لا اسيسه ولا انظر اليه من زاوية ايدولوجية معاذ الله والله انظر اليه كمواطم مصري كأب مصري انا قلق انا قلق على الاسر المصري انا قلق على الشارع المصري انا قلق على بناتنا وشبابنا المصريين والمصريات لانه بقوا في حالة من العصبية والغضب بيؤدي الى جرائم لم تكن متصورة تقديراتي انه في سببين سبب متراكم اللي هو ما جرى في سنوات السواد الثلاثة اتنين السوشال ميديا وكل ما تبثه انه عادي وبعض لقطات الدراما اللي اشتغلت بالسيف ومش عايز برضه اروح في اي منحة فيه خلاف انا بقول ما ارى كل الناس اللي بتتفضل وبتتفرج على البرنامج او بتتابعه كل واحد ينسى كلامه وفكر بينه وبين نفسه كل واحد يفكر لانه كل واحد عنده اسرة كل واحد عنده اسرة وكل واحد راعي مسؤول عند رعيته انت مش مطلوب انه الدولة الدولة النظام الحاكم الحكومة يعني تيجي تشوف اللي بيحصل في بيتك ايه انت دورك ايه انت بادو انت كمان انت في نفسك دولة انت رئيس جمهورية نفسك في بيتك اللي واحد اللي يطلع قولك انا عايز اغير نظام الحاكم ليه يا عم انا مش عاجبني الاقتصاد ومش عاجبني يا سيدي براحتك مش عاجبك براحتك طب ممكن تقوم بدورك الاول بس انا يا سيدي قوم بدورك طب ازمد بيتك الاول طب ربي عليك كويس الاول لو انت ربيت عليك كويس وشفتهم مشاكلهم ايه واعدت معاهم وانت بقيت بتدير الدولتك الخاصة بشكل كويس انت وانا والثالث والرابع بقى المجتمع كله بيدور بشكل كويس هل اكون متجاوز لو قلت ان احنا عايزين علاج نفسي حقيقي الجماعة بتوع العلاج النفسي والطب النفسي وغيره بس النبي من غير من يعني من غير من صعب الموضوع شو هي يديننا رشدات للشباب والشابات ويدوسوا الحالة دي اللي حصل في 2011 و12 و13 من عايز اقول المجتمع كان عنده حالة تطبيع مع العنف حالة تطبيع مع القتل حالة تطبيع مع الدم حالة تطبيع مع اللي اختلفت معك اقتله هذه الظاهرة هو معلش يا جماعة هي الجماعات الارهابية وداعش وجماعة الاسلامية والاخوان والجهاد والتكفير والاجرى هم ايه ايه القصة الاخلافة الاسل بيننا وبينهم هو مش حاجبه افكاري وانا مش حاجبه افكار خلاص انت في نفسك وانا في نفسي لكم دينكم ولديني خلاص عادي لا تغير رأيك اما اقتلك تغير رأيك اما اقتلك ده الخلاف يا جماعة ده اللي كان موجود في ثقافة البعض من المتطرفين والالهابية حتى الان الجماعة بتقع داعش اللي مش عاجبهم يتبحوه الجماعة بتقع الجماعة الاسلامية مش عاجبهم كان سادات اقتلوه مش عاجبهم الشيك الزهب يقتلوه ثقافة التخلص وتصفيت الاخر اذا مش عاجبك اذا مختلف نعاه دي كانت لفصيل اسلام السياسي شفناه وعشناه وشفنا سواد منه ترك اثر وحلال مجتمع هل في علاقة بين مجتمع كان حاضن اللي جماعة بقالها 20 سنة وبين اللي بيحصل انا بسأل للعلماء هل ما جرى من مشاهد كان التلفزيون تلفزيون كان بينقل ليل ونهار شغال يينقل الحق من لطوف الحق عربية شرطة الحق مين مين قتل ثلاثة اربعة اللي بتوع اخوان كانوا بيعملو الجسس بوهمية بيعملوها والناس تشوف والاطسال تشوف ده قتل ده مش قتل ده كم واحد قتيل الجو العام دوت موجود في زهن الولاد بقى عنف لما هو كبر وبقى فترة المراقة والصبا وغيره داخل الجامعة فبقى هو بيختلف فتا ايه هو بيختلف على نظرية يعني في قصة حب معظم الكلام ده يعني واحد اختلفوا مع بعض عايز ينتقم زمان كان الانتقام في ايه زمان كان ايه باني بشوف واحد بينتقم من واحدة واحد تتتقم من واحدة تروح تحب واحد تاني او يعني تقبل علاقة بواحد تاني او تغيزوا او تعمل اي كلام يعني كان في حدود للاختلاف في هذه الامور واحدة بتختلف مع جوزها مش عارف ايه بيتطلقوا وتبقى ايه الحق ايه اللي حصل دلوقت ان تختلف واحد يختلف مع واحدة والواحد غلط مع جوزها والواحد يروح تب انت الراجل اللي راح يلاقي امراتهم براح تب اطلقها يا سيد وانت مش عاجب يقول طلق ايه اخلاعيها سيد يعني فيه وسائل الخروج موجودة يعني ليه احنا بقيت انا طالما مش طيقك او انت مش طيقني عايز تتخلص مني او عايز تتخلص منك تبقى كل واحد يعني فيه حاجة مش مزبوطة في المجتمع فيه حاجة مش مزبوطة في المجتمع اللي النهاردة موجود ما تزرعش النهاردة وده مزروع من سنوات مضت و2011 كان فيه تسميد للمجتمع المصري حتى يثمر اسوأ ما فيه خلينا ارجع بقى بسرعة لمين لحدثة نيرا المسكينة اللي راح اضحيت كل هذا نيرا دي يا جماعة الذبيحة ذبيحة الوطن دي ذبيحة الاسرة دي ذبيحة المجتمع زبحناها جميعا شاركنا في ذبحها جميعا المجتمع كله على كتافه زنب وزنوب نيرا وشقيقاتها كلهم احنا في المجتمع لازم نحل لازم نتصدر لازم نتصدر لازم نتحرك ما ينفعش نحط رأسنا في الرمال البنت اللي ذبحت على مرأة ومسمع وتصوير الناس امس كانت ضحية كل ما اقول واذا الموقودة سؤلت باي ذنب قتلت يوم القيامة ربنا يسألنا ويقول لماذا قتلت لماذا وقدت لماذا ذبحت كله عادتنا يجهز هو عمل ايه ترجمة نانسي قنقر